السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وسهلا بكم أخواني أخواتي الأعزاء في هذا الدرس من دروس دورة تعليمية في السيمفوني ففي درس يوم إن شاء الله ستطرقها مقدمة يعني حول السيمفوني 2 فما هو السيمفوني السيمفوني هو عبارة عن Framework PHP قبل البدء ما هو Framework Framework هو عبارة عن كلمة إنجليزية مكونة من شطرين شطر الأول Frame يعني إطار والشطر الثاني Framework يعني عمل فالكلمة تعطي إطار عمل Framework هو عبارة عن إطار عمل ما الهدف من استعمال Framework فالهدف الأساسي في استعمال Framework ومن استعمال Framework هو تحسين الإنتاج وذلك من خلال تسهيل البرمجة للمطور عن طريق توفير العناصر الأساسية لتطوير وعليه فالمطور سيهتم بتوجيه هاته العناصر فيما يصبو إليه وفي الأخير الحصول على منتوج دون نوعيه أنا مبتدئ ما الذي أحتاجه لكي أستعمل فما تحتاجه هو ثلاث عناصر مهمة العنصر الأول هو إجادة لغة برمجة الـ PHP وكذلك الإحاطة بالـ OOP يعني Object Oriented Programming والعنصر الثالث هو معرفة كيفية التعامل مع قاعد البيانة قمنا إلى نهاية هذا الدرس أتمنى أنكم قد استفدتم وما هو إلا مقدمة يعني بسيطة عن السيمفوني في أطرس القادمة سوف أقول في الجد بإن الله بكثية استعمال السيمفوني فكالعالة لأسئلتكم واستفساراتكم ترجى وضعوها تحت أسفل الفيديو لا تنسوا مشاركتنا في القناة وزيارة تضحقنا على فيسبوك وكذلك المدونة على بلوغ أتمنى لكم أقادة سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته